منذ بداية الحرب الأوكرانية ظهرت على السطح مقارنات تربط ما يحصل من غزو روسيا على الأراضي الأوكرانية ما حصل ويحصل على الأراضي السورية من انتشار القوات الروسية فيها ما صلت الضوء على الملف السوري بوصفه أحد الأوراق التي تلعبها موسكو في العالم ومن تلك التأثيرات موقف نظام الأسادات داعم لداعمه الروسي ومن ذلك ما قالته مستشارة بشار الأسد لون الشبل بأن نظام الأسد جاهز لدعم موسكو للتغلب على العقوبات التي تتعرض لها مؤخرا كما فعلت موسكو مع نظام من قبل وهو تصريح لا يقل غرابة عن ذاك الصادر عن المستشارة الأخرى لبشار بثين شعبان التي قالت أن الضخ الإعلامي الغربي ضد الروسيا يذكرها بالضخ الإعلامي ضد نظامها منذ عام 2011 أما المعارضة السورية فاتخذت موقفا مغايرا حينما أعربت عن تضامنها مع الشعب الأوكراني ورفض الغزو الروسي وأكيدة أن السوريين الأحرار يقفون بجانب الشعب الأوكراني باعتبار أن المعاناة واحدة وذلك خلال زيارة وفد من السفارة السورية التابعة للمعارضة في الدوحة لسفارة الأوكرانية في قطر السفارة الروسية في تل أبيب ذكرت بدوره أن التنسيق الأمني الحاصل بين روسيا وإسرائيل في سوريا قائم كما كان في الماضي وهو ما يطمئن الطرفين حول الملف وفي الجانب الإنساني حيث تشابه نزوح الأوكران كما السوريين هربا من آلة الحرب أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القوات الروسية تستخدم ذخائر في حربها على أوكرانيا كانت قد استخدمتها في سوريا ما يرسم خطا واحدا لبلدين وقعا في أتون الحرب الروسية ونالا منها الكثير